موسيقى 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 تم إحداث منصة رقمية للحصول على الشهادة المدرسية اليوم سعادة جدا على سعيد أكاديمية داربي داستات لإعطاء انطلاقة رسمية لشاهدة المدرسية السلامة الطرقية بشاركة مع الوكالة الوطنية السلامة الطرقية التي نشتغل معها لسنوات في إطار مقاربة الشاركية سواء مع المديرية المركزية أو مع المديرية الجهوية هناك واحد التقائية واحد العمل التشاركي داوب سواء في دعم الاندية التربوية اندية السلامة الطرقية في المؤسسات التعليمية الأكاديمية حققت واحد الحصيلة جد مشرفة بالنسبة للتربية على السلامة الطرقية بحيث استطعنا نخلقه ما يفوق 1296 نادي للسلامة الطرقية بالمؤسسات التعليمية سواء العمومية أو الخصوصية استفد من الأنشيطات هذه الاندية ما يفوق 700 ألف متعلمة ومتعلمة على صعيد جهة الدربي داستات وهو رقم مهم جدا ليعرف واحد قفزة نوعية مقارنة مع السنوات الفارطة هناك أيضا خيارات مهم للأستاذات والأساسي والمنشطة لحياة المدرسية بالمؤسسات التعليمية سواء العمومية أو الخصوصية واليوم كيف لاحظتم بطبيعة الحال هناك خيارات مكتف للتلاميذ الجهة على المستحة الخاصة بالشاهدة المدرسية للسلامة الطرقية اليوم سلمنا أول شاهدة على صعيد الجهة هناك تداريب هناك عمليات تحسيسية بالمؤسسات التعليمية لاستفادة أكبر عدد ممكن على صعيد الجهة من هذه الشاهدة اللي غادي تتمكن يعني عبر المستحة مسار تلميذات وتلاميذ من تكوين بطبيعة الحال من الاستفادة من المجموعة ديالتكوينات عبر هذا المستحة وبالتالي في نهاية هذا المسار الاستفادة من الشاهدة المدرسية اللي كتتخولها هذا المستحة هذا اللقاء هو انطلاقها الرسمية للشاهدة المدرسية الخاصة بالسلامة الطرقية على مستوى الجهة للدار البداء الكبرى الحمد لله اليوم في بلدنا تربية طرقية صبحت حاضرة في واحدة المستويات متعددة في المنهج الدراسي بحيث أنها حاضرة في التعليم مقب الأولي وكذلك على مستوى الابتدائي من خلال المواد الحاملة وكماده أساسية وكذلك في الأنشطة المرتبطة بالحياة المدرسية وكذلك حتى في تطوير المهارات الحياتية بالنسبة للتلاميذ على المستوى الابتدائي واليوم على المستوى الإعدادي تم إعداد أو سن أو أخذ بعض الاتبار وكذلك على مستوى الابتدائي من دراسية الخاصة بالإعدادي والتي ستكون إجبارية والتي ستكون مرتبطة بالمنظومة المصر والتي ستكون متأكدوا بأن جميع الوليدات المغاربة اللي في السنة الثالثة إعدادي والتي يتجاوز لعددهم واحد ستمائة ألف تلميذ سيخضعون واحد تكوين من خلال واحد البوابة التي تم إعدادها خصصا لهذه الغاية وبالتالي يجتزوا واحد الامتحان اللي يدوزوا فيه 50 سؤال وهذه 50 سؤال يحصل على واحد لنسبة الإجابة تتجاوز 45 سؤال من أجل الحصول على الشهادة المدراسية الهدف ماشي هو أننا نسقطوا الوليدات ولكن أنه التلاميذ كيمكن لهم يجتزوا يعني أكبر عدد ممكن هذا الامتحان هذا على أساس أنهم يحصلوا عليها يحصلوا لهذه الشهادة لأنها مرتبطة بالمنظومة المصر ما نطمح إليه من خلال هذه المبادرة هو ترصيخ التقافة للتعايش والتسامح بالنسبة للناشئة والنسبة للوليدات دينا باش يكون عندنا واحد الجيل اللي هو متشبع بهذه التقافة للتعايش واحترام القانون القانون السير وكذلك باش تسود وحط طمأننا في الفضاء الطرقي في بلادنا علماً أنه العنصر البشري مع الأسف يكون حاضراً بنسبة تتجاوز 8 إلى 90% في وقوع حوادي السير والاشتغال على تهديب السلوك وتأثير السلوك هو واحد الورش لطويل أمد فيه واحد المجموعة للمداخل فيه كل ما هو مرتبط بالمراقبة فيه كل ما هو مرتبط بالبنية التحسية ولكن يظل الورش المرتبط بالتربية الطرقية أحد أهم من المداخل وهو اللي كان قمو بتنزيل دياله على مستوى الجهة للدار البضاء الكبرى كنموداج من طبيعة الحال المغرب كله مستهدف وجميع الجهة المملكية مستهدفة ولكن اليوم كان أعطيه انطلاقة على مستوى الجهة للدار البضاء الكبرى